ماذا تريد دولة تخنقها عقوبات دولية من جار باقتصاد منهك؟ في الحديث الرسمي يتحدث الطرفان عن اتفاقيات تعاون مشترك تعود بالفائدة على البلدين بيد أن بحثاً بسيطاً في باطن الأمر يكشف عن خطة إيرانية محكمة للتخفيف من وطأة حبل العقوبات الأمريكية في إعلان أثار استغراب الكثيرين كشف وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب عن استعانة وزارته بشركة إيرانية لإنجاز مشروع محطة كهرباء في محافظة التأميم الأمر الذي يتعارض مع عقود شركتي سيمينز وجنرال إلكتريك عملاقي الطاقة العالميتين المبرمة مع الحكومة الخطيب أكد أن الوزارة تتفاوض مع شركة سانر الإيرانية لإنجاز مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية الجديدة في كاركوك ما فجر كومة من تساؤلات عن جدوى الاتفاق مع شركة تفتقر للتكنولوجيا لإنشاء محطة يخلو منها حتى بلدها الأم إعلان الخطيب يكشف حجم النفوذ الإيراني في العراق كما يشير إلى ترجيح كفة وكلاء إيران في مفاصل الدولة العراقية ويجعل البلاد رئة اقتصادية لطهران تتملص بها من العقوبات الأمريكية لم ينتهي الأمر عند الطاقة فقط فيباهي وزير الصناعة الإيراني بالوكالة رضا رحماني بأن بلاده كانت أكبر مصدر للعراق العام الماضي بصادرات قيمتها 12 مليار دولار مؤكدا أن طهران تسعى لزيادتها لـ 20 مليار دولار خلال العام الحالي يأتي هذا بعد استعراض كبير للعضلات بزيارات قام بها كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم حسن روحاني كتحدي للإرادة الأمريكية التي تطالب بغداد بتقليص اعتمادها على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران ما ينذر بتصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن بعد تصنيف الأخيرة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية الأمر الذي زاد من الضغوط الإيراني على الميليشيات التابعة لها الممثلة في البرلمان والحكومة وتتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران في الساحة العراقية بعد تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية الأمر الذي زاد من خشية العراقيين من تحويل بلادهم إلى ساحة للمواجهة خاصة أن القرار الأمريكي يمكن أن يشدد الخناق على ميليشيات عراقية مصنفة هي الأخرى كمنظمات إرهابية مثل العصائب والنجباء وحزب الله العراقي